امبرح كان فيه مجموعة من الأخبار من أهمها المؤتمر الصحفي العقد ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشرح فيه بمنتهى الشفافية مجموعة مواضيع بتهم المجتمع والشارع المصري كان من أبرز هذه الموضوعات مشكلة سرقة الطيار الكهربائي والجهود اللي بتبذلها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الموضوع ده بقى بيشكل عبء كبير جدا على مواردنا المالية وكان فيه وضوح ومعلومات مباشرة قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء صحيح يا محا يا عبدو فعلا وكمان رئيس الوزراء اتكلم بالتفصيل عن موضوع انقطاع الطيار الكهربائي وشرح السبب الرئيسي وهو طبعا الأحمال الزايدة والضغط الكبير على الشبكة لكن الحكومة شغالة على تقوية البنية التحتية للكهرباء وانه مش هيكون فيه انقطاع تاني لكهرباء في مصر وكمان فيه خطة لزيادة انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة زي الشم سوريا ده علشان نخفف الحمل عن الشبكة ونضمن استمرارية الخدمة كان فيه توصيف المشكلة وتقديم كمان للحلول الحقيقة موضوع في غاية الاهمية وبيبين رد الفعل السريع من الحكومة على الكلام اللي بيثار في الشارع المصري وده يمكن من الحاجات الجميلة جدا الفترة اللي فاتت هذا المؤتمر الصحفي الدوري اللي بيعقده رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي وسائل الاعلام والصحفيين ورؤساء التحريق عشان يعالج موضوعات مهمة واللي يرد على بعض الاشعاعات اللي بتثار في الشارع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي كمان كشف عن خبر يعني جيد جدا هو استثمارات سعودية جديدة تصل قيمتها لحوالي 5 مليار دولار هذه الاستثمارات هتكون في قطاعات مهمة جدا من قطاعات الدولة زي قطاع السياحة وقطاع الطاق وده طبعا هيعزز التعاون بين مصر والسعودية وكمان هيدعم الاقتصاد المحلي ويفتح فرص عمل جديدة صحيح وطبعا برضو كان من بين الكلام المهم اللي تقال خلال المؤتمر الصحفي موضوع دعم السلع الأساسية زي الغاز والجتجاز والدكتور مدبولي قال ان الدولة بتواجه تحديات كبيرة بسبب دعم المحروقات وحاولت انها تدبر او تدير الامور كمان بحضر علشان تضمن استمرارية تقديم الخدمات الضرورية كمان الدكتور مدبولي اكد اننا بنتجه اكثر للطاقة النظيفة لمواجبة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة الحديثة والمتجددة بشكل كبير